اشهد المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية باي بي اف الدكتور احمد الشيخ بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حبد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وتوجيهات جلالته للحكومة بوضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية ولترسيخ خطوات الانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي أطلق معهد بي اي بي اف مؤخرا برنامج الماجستير في الفنتك والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لبناء الكفاءات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وتماشيا مع التوجيهات الحكومية لنقل جميع الخدمات والعمليات الحكومية للنظام السحابي تم اختيار معهد بي اي بي اف من قبل شركة امازون لخدمات الانترنت اي دباليو اس كالذراع التدريبي لتدريبي وتأهيل الكوادر الوطنية على تقنيات الحوسب السحابية في الفين وسبعة عشر ولدعم الجهود الحكومية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لمملكة البحرين شكل معهد بي اي بي اف لجنة استشارية للتحول الرقمي كما أطلق أكاديمية التحول الرقمي ديجيتال ترانسفورميشن أكاديمي في مطلع هذا العام والتي تقدم أول شهادة احترافية في تقنية البلوكتشين في المملكة تمكين المرأة في قطاع ريادة الأعمال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كان أبرز النقاط التي تناولتها الجلسة الحوارية التي تم تنظيمها ضمن أسبوع المنامة لريادة الأعمال حيث أكدت المتحدثات فيها بأن المجالة بات مفتوحا أمام المرأة البحرينية للولوج إلى هذا القطاع المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة خول الجرينيس نقاشات مستفيضة أفكار وحلول طرحتها المتحدثات في الندوة الحوارية التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال حول دور السياسات في المهام الخاصة بالمرأة وتحفيزها كقائدة ورائدة أعمال المعلومات تم استعراضها بإنسيابية ولكن شفنا شنو يكون دور السياسات في الدولة في إشراك المرأة في القطاع الأعمال وكذلك شنه أهم إنجازات ومخرجات يعني اللي كانت تتخص السياسات اللي تتخص المرأة وتكافؤ الفرس في مملكة البحرين وشلون هذه انعكست على القطاع العام وكذلك القطاع الخاص من السبعينات وحتى الآن هذه بعد يأتي وهناك تحديات كثيرة اللي تستوجب استحداث سياسات وتستوجب تطبيق هذه السياسات ومعرفة شنه التحديات اللي تواجه الاثنين اليوم العالم قاعد يمشي في اتجاهات مختلفة فيما يخص إشراك المرأة معلومات وخبرات متنوعة في مختلف القطاعات قدمتها المتحدثات للحضور تم التركيز فيها على مبدأ تكافؤ الفرص في قطاع المال والأعمال ودور المرأة الحالي والمستقبلي في هذا المجال هذه الندوة أهميتها تأتي في أن لما تنطرح هذه المشاكل نحن نأخذها ونبتدي نفكر في شلون ممكن أن نطرحها في مجال عملنا في المستوى العام في المستوى الخاص من خلال طرح سياسات وأفكار يديدة وأمور أخرى اللي ممكن أن نطرحها نقاط جوهرية تولت المتحدثات التركيز عليها من واقع خبرتهن العملية لتكون بمثبت دليل شامل أمام الأجيال الحالية والمستقبلية من فتيات البحرين عند انخراطهن في عالم المال والأعمال في جلسة اليوم تناولت المتحدثات في الندوة مبدأ تكافؤ الفرص في هذا القطاع والتعرف على السبل المثلة التي من شأنها أن تساهم في تمكين المرأة في عالم التجارة خولة لغرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين أعلنت إنفست كورب المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين ما قرر لها عن اختتام البرنامج الاستثماري الثالث بالمملكة المتحدة في قطاع الأصول اللوجستية والصناعية عقب استحواذها على مستودع تخزين في مدينة ليدز لبريطانية بقيمة 16 مليون جنيه استرليني وبلغت استثمارات إنفست كورب منذ يونيو 2017 أكثر من 200 مليون جنيه استرليني في قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في المملكة المتحدة بمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون قدم مربع في 28 عقارا وقد فاقت قيمة إجمالية الأصول العقارية المدارة في أوروبا 500 مليون يورو تضم معها أربع استثمارات عقارية في ألمانيا وقال نيل هاسون المدير التنفيذي لقسم الاستثمار العقاري في أوروبا لدى إنفست كورب إنه على مدار العامين الماضيين نجحوا في تنفيذ استراتيجية إنفست كورب الهادفة إلى بناء محفظة تضم أصول صناعية ولوجستية مدرة للدخل في مواقع مميزة عبر إنحاء المملكة المتحدة والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقودات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 0.1% مقفلا عند مستوى 1525 نقطة وذلك عائد لنخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين ومئة وثلاثة عشر ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 430 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 38 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7887 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.19% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5151 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.31% أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2780 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.27% نشرت وكالة بلومبرغ أن المملكة العربية السعودية تعتبر ضمن قائمة أكبر 20 دولة ستقود نمو الاقتصاد العالمي بحلول 2024 معتمدة على مستهدفات صندوق النقد الدولي والقوة الشرائية وذلك لتحديد العوامل التي ستقود النمو ومن المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات القادمة بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق والتوترات التجارية وأظهر تقرير الوكالة أن اقتصاد الصين سيكون أكبر مساهم في نمو الاقتصاد العالمي بعد خمس سنوات وذكر التقرير أن الدول الباقية بقائمة العشرين التي ستقود النمو تتضمن المملكة العربية السعودية والمكسيك وباكستان فيما خرجت كل من إسبانيا وبولندا وكندا وفيتنام من تلك القائمة توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.4% في 2020 مقابل 1.5% للعام الجاري إلا أن الوكالة اعتبرت هذا النمو غير كاف لخفض البطالة بصورة كبيرة وشددت على أن المضية في تنفيذ البرنامج الاقتصادي المدعوم من صدوق النقد الدولي هو أمر ضروري حتى تتمكن الحكومة من تلبية احتياجاتها التمويلية بمعدلات مقبولة مع الحفاظ على استقرار مستودين العام والخارجي وصولا في نهاية الأمر إلى تخفيضه وتوقعت موديز أن يتم تشكيل حكومة بقيادة حركة النهضة في الوقت المناسب لإقرار موازنة 2020 قبل نهاية 2019 النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل خسائر صادمة بسبب الهجمات الإلكترونية ليقفز حجم الإنفاق على أمن المعلومات إلى نحو 96.3 مليار دولار قال وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك أن إنتاج النفط الأمريكي سيبلغ الذروة على الأرجح في السنوات القليلة القادمة إذ أن أسعار البترول الحالية تكبح وطيرة النمو وقال نوفاك للصحفيين أنهم يرون تراجعا للنشاط في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة رغم أنه كانت هناك مكاسب فإنها أقل مقارنة مع السنوات السابقة وكانت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية جولدمان ساكس قد خفضت توقعاتها لنمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في 2020 وقلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم أعلنت وزارة المالية في هونغ كونغ عن تدابير جديدة بقيمة ملياري دولار لدعم الاقتصاد وتأتي الخطوة التي أعلنها وزير المالية بوليتشان في مسعى لمواجهة الآثار الناجمة عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتستهدف هذه الإجراءات مجالات مثل السياحة وصناعة النقل من أجل مساعدة الشركات على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاضطرابات السياسية المستمرة وتشمل هذه التدابير توسيع نطاق خفض الإيجار بنسبة 50% والمعلن عنه في الحزمة السابقة ليتضمن بعض مواقف السيارات والمطاعم والمحلات التجارية بقيمة 600 مليار دولار هونغ كونغ والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية تسببت الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة التي اجتاحت العديد من دول العالم في أن يقفز حجم الإنفاق على أمن المعلومات إلى نحو 96.3 مليار دولار خلال العام الماضي فقط بزيادة بلغت نسبتها نحو 8% عن حجم الإنفاق خلال العام قبل الماضي ووفقا لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية غارتنر فقد شهد العام الماضي العديد من الهجمات الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة وتم استهداف العديد من أنظمة الحاسب الآلي والخوادم مع استمرار انتشار البرمجيات الخبيثة وهو ما تسبب في خسائر عالمية فادحة وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 43% من الهجمات الإلكترونية تستهدف الشركات الصغيرة وأن 14% فقط منها لديها تدابير أمن إلكتروني قوية تساعدها على مواجهة هذه الهجمات